استعرضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الجدول الزمنية لعلاج مشكلة الكلاب بالضالة في جلسة مجلس بلدي الجنوبية في جلسته الاعطيادية مؤكدين على أن مركز إيوائهم سوف يتم تنفيذه قريبا أزمة الكلاب الضالة التي أرقت المجتمع البحريني كانت على طاولة مجلس بلدي الجنوبية للإطلاع على آخر المستجدات التي قامت بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمواجهتها حيث كشف ممثل الوزارة عن الجدول الزمني لمشروع مركز إيواء الكلاب الضالة الذي سيتم إنشاؤه في مكان بعيد عن المناطق السكنية الكلاب الضالة مشكلة كبيرة والناس عانت منها والمواطنين والكل عانى منها ونحن تكلمنا فيها في التواصل الاجتماعي وهذه الأمور لكن الحمد لله الوزارة هي متحركة والعرض أن الأمور طيبة تكون والأمور ممتازة نتمنى أنها استصاجة عساس أن الناس ترتاح ونتمنى أن يطمن ويطلع تصريح مباشر وجاد من الوزارة أن ترى من حين المشاكل الكلاب الضالة كما استعرضت شركة النظافة أوروباسير مشروعها المقبل بإنشاء مصنع تجريبي لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد طبيعي إذ من المؤمل أن يتم انتاج نحو أربعة ألاف طن سنويا قدمنا مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة هو مشروع تجريبي بتعمل أول مرة في البحرين على مساحة خمسة ألاف متر بحيث بطاقة إنتاجية يومية 30 طن مخلفات زراعية يوميا لإنتاج ما يقارب 15 طن يومي من مخلفات من الأسمدة العضوية لنأمل إعادة استعمالها في السوق البحريني على العموم والاستعمال للوزارة البلدية على الخصوص من جانب آخر عبر أعضاء المجلس عن رفضهم التام لتقيير تصنيف أحد العقارات الخاصة في الرفاع الشرقي كونه ملكا خاصا